نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية جي اف ايش المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الخامس والاربعين وذلك بمقر الغرفة حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عاد الفقر وزير الصناعة والتجارة فيما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وبحضور عدد من المسؤولين وعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين وخلال أعمال الاجتماع أكد الجانبان أن مملكة البحرين حريصة على مواصلة دعم القطاعين التجاري والاقتصادي في ظل المسيرة التنموية الشاملة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة ودعم النمو الاقتصادي المستدام كما جرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال بالإضافة إلى استعراض ومتابعة الموضوعات التي كانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة وتم تنفيذها أصدرت بورصة البحرين تعديلات على قواعد الإدراج ودليل الإجراءات الخاصة بقواعد الإدراج يوم الأربعاء الموافقة الثالث عشر من نوفمبر 2024 في إطار الجهود المتواصلة التي تبدلها البورصة لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين حيث تم اعتماد قواعد الإدراج ودليل الإجراءات الخاصة بالقواعد المحدث ليشمل العديد من التعديلات ومن ضمنها المتطلبات الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والتي تعد جزءا من مجلد التوجيهات المشتركة للمصرف من جانبها أكدت السيدة شيخ سمير الزياني مدير أول في إدارة الإدراج والإفصاح ببورصة البحرين أنهم في البورصة يؤمنون بأهمية الإفصاح عن تقارير الاستدامة لما لها من آثر ملموس على المستثمرين والذي من شانه المساهمة في تعزيز الشفافية في السوق ونبقى في البورصة حيث أعلنت بورصة البحرين انطلاق النسخة السادسة والعشرين من برنامج تحدي التداول الاستثماري تريد كويست لطلاب المدارس الثانوية والجامعات للعام الأكاديمي 2024-2025 وقد شهد إطلاق البرنامج مشاركة الفرق الطلابية ومرشديهم من المدارس والجامعات فضلا عن مرشدية الاستثمار الذين سيقومون بمراقبة أداء الفرق وتقديم الاستشارات خلال البرنامج ويهدف البرنامج إلى المساهمة للفعالة في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الثقافة المالية بين الشباب من جانبه قال الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إن البرنامج يواصل دوره الأساسي في تزويد الشباب البحريني بالمعرفة والمهارات من خلال توفير فرص تعلم خارج إطار المناهج الدراسية والآن نترككم عدال أسواق المالية الخليجية أعلنت شركة فالو للطيران وهي شركة جديدة لتشغيل الطائرات التجارية ومقرها مملكة البحرين أنها حصلت رسميا على شهادة مشاغل جوي من شؤون الطيران المدني في البحرين على همش معرض البحرين الدولي للطيران الفين واربعة وعشرين ويعكس ذلك جهازية الشركة لبدء عمليات الطيران التجارية وهي خطوة محورية من شأنها أن تساهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز للطيران التجارية وستعمل فالو لطيران من خلال الشهادة الجديدة على تقديم تجربة جديدة في مجال السفر الجوي الفاخر في المنطقة إلى جانب خدمة لا مثل لها مصممة خصيصا لعملائها المميزين في البحرين وخارجها اشتركوا في القناة